نحن ويكون ومنوصل بهالفقرة لنكون باتصال مباشر مع القائدة جنين أبي صعب القائدة الفخرية لفوج في نيقيا مرجرجس الكفور بجمعية كشافة الإغاثة اللبنانية شافتان منحييك موجور موجور يعطيك ألف عافية معك بدنا نحكي عن اليوبيل الفضة لتأسيس فوج مرجرجس الكفور كل خطوة بسمة خبرينا بهالخمسة وعشرين سنة قديش فيه من نجاحات ومن نشاطات وقديش فيه كمانة من إشياء للمستقبل عم تتحدر فوج في نيقيا مرجرجس الكفور تأسس سنة الـ 98 أكيد بفضل الجمعية جمعية تكشافة الإغاثة اللبنانية يلي نحن تابعين له إله وهلأ حالياً رئيس الجمعية هو الكائد أنتوان غانم وفي عنا الرئيس الفخري للجمعية المحامي روكوز الأسيس بلش الفوج بـ 98 وأكيد مثل كل الأفواج واجه صعوبات وأطعب مراحل كتير صعبة يعني تأخر شي تمكن وتركز بالرعية بالكفور وبفضل أكيد مساعدة الأبونا اللي هو دايماً ندعمنا خورق الي خليل ورئيس البلدية وكل فعاليات البلدة والأهالي أكيد اللي حطين سيئتهم فينا هذه السنة احتفلنا بعيد اليوبيل يعني صار إله الفوج 25 سنة اليوبيل الفردة عملنا قديث يلي هو بالنسبة لأنه أهم شي نفتتح بقديث وكان احتفال دعينا فيه فعاليات البلدة والأهالي والولاد وصار الفوج يعني بعد 25 سنة بديك تقولي تقريباً صارنا بالمئة وخمسين شخص يعني من بعد تأسيس كبير للفوج وبيضم كل اللذيع المجاورة لقلنا للكفور لأنه حالياً بضيعتنا بالكفور هي في فوج كشافة نعم يعني اليوم فوج ونضم لقلو أفواج وناس بقي وناس فلو بهال 25 سنة حكيتي عن تحديات جنين قديش قدرتوا تزللوا كل العراقيل والصعوبات لتوصلوا لهال 25 سنة تحتفلوا بعملكم تحتفلوا بانتمائكم بنظامكم ككشافة اليوم وبحياتكم الكشفية اللي دايماً بخدمة الآخرين نعم بس أول ما يفوت فوج على الضائعة مش الكل بيعرف شو يعني كشافة نعم فمشان هيكي أيام بيواجه صعوبات انه بس تلك اللي يشوف انه شو يعني الكشافة شو بيعملوا جربنا قد ما فينا كمانا نخلي الفوج ينتمي للكنيسة كمانا أكتر روحياً نحسس الأهالة وأهل الضائعة أنه لأ نحنا مش بس عنا ميلة الطبيعة وميلة أنه بيروحوا الولاد بيلعبوا لأ كمان عنا الشق الروحي فبس هيكي أعطينا أهمية لهالفوج وصرنا نحنا أشخاص ملتزمين وخصوص القادة اللي كانوا واللي أسسوا الفوج يعني هو أول شاف أسس الفوج هو شاف إلي مرعب أكيد مع جروب شافية ورجع سلم للقائد شادي عطلة والقائد شادي عطلة رجع سلمنا لأنه الطرز يسافر ويكون برات لبنان ورجعت أنا كمان بيت وقت طويل فترة طويلة بيت أنا نعم وبعدك لهلأ يعني نعم لا هلأ حالياً قائد الفوج هو قائد كريس دلتاني ومساعده قائد برنار سلامة وقبل شاف كريس كان فيه قائد غاوي فرام وفي عنا كمان شافتانتين قبل شاف غاوي استلموهن شافتان نانسي عيسى وشافتان جاسي سلامة جنين يعني في في فترة معينة لا يكون الشاف بمتولي هالمهمة في فترة محددة ولا لأ لا ما في فترة محددة يعني نحنا كلنا منتولى هالمهمة حسب ظروف العمل أو قدين نحنا منقدر نعطي يعني بتتدرجوا لتوصلوا لهون للقيادة؟ أكيد في مراحل المفاوضية بتحتم فيها وهلأ حالياً المفاوض العام بالجامعية هو القائد كلود هاني بيحتموا بتدريب الأفراد تيصيروا مساعدين قادة وتييرجعوا يصيروا قادة وبيرجعوا من وراء من بعد ما يصيروا قادة بيطلعوا على القيادة وبيصيروا مؤهلين تيكونوا قادة أفواج نعم وقيادة الفوج بتطلب مهارات محددة واليوم القائد بده يكون عنده صفات مختلفة بيتميز بشي عن غيره يعني شو أبرز صفات القادة الكشفيين؟ مظبوط أهم شي كونوا ملتزمين إنه إذا قالوا إنه هن بدون يستلموا يقدروا يكونوا عقد هالهمة ويجوا أكيد يعني يكونوا ملتزمين أكتر من القادة العادية تهن القادة العادية يتمثلوا فيهم ويكونوا مسابرين ويعني تا يقدروا ينجحوا نعم تاني حكي عن أبرز نشاطاتكم اللي صارت الكشفية خلال هال 25 سنة وهل من كمان خطط للمستقبل؟ نعم نحنا كل سنة بنعمل مثل عادتنا أول شي دايما نفتتح السنة تابعنا بالإداس يلي هو بيكون يا أكتابر يا نوفمبر بنرجع بنعمل رحلة الاستقلال بنرجع من بعدها بنعمل المخيم يلي هو كانوال بنعمله بين نوال وراس السنة بيرجع من بعدها بشباط بنعمل عيد مؤسس الحركة الكشفية يلي منحتفل بعيده بـ 22 شباط وبالصيفية بنعمل كارمس كبير بقلب الضيعة كمان أكيد مندعي المناطق المجاورة ومنعمل كام صيفة بيكون بالخيام وأكيد في نشاطات مع الجمعية في مخيمات تدريبية أيام بيكون في نشاطات للقادة تنلتقى بالقادة البقوي بالجمعية يتعرفوا ع بعضهم يتقربوا من بعضهم إنه مش بس بيكونوا نشاطاتنا ضمن الفوج بيكونوا أكتر كمان على صعيد الجمعية وبالتنسي إنحنا والجمعية نعم يعني اليوم نشوف قديش الكشف إلو وجود خاص بمجتمعنا وبحياتنا الاجتماعية وقدي مبادراتكم أو حملاتكم اللي بتقوموا فيها بتكونوا عم توصلوا للناس وعم تعرفوا الناس عليكم أكتر نعم وكنت عم تسأليني عن خططنا للمستقبل أكيدا نحنا بهمنا أنه نكون فعالين أكتر يمكن بضيعتنا وبالضياع المجاورة لقلنا ونكون كمانا فعالين بجمعيتنا أكتر يعني وبهمنا أكيدا نكون عم نزيد العديد طبعنا بس تكون الكالتة منيحة مش ما زدنا عديد تنزيد عديد وعم نكبر الفوج قدمة فينا يعني مثل ما بيقولوا عم نمشي خطوة خطوة وأخذنا شعار هالسنة كل خطوة بسمة وبصمة يعني أخذنا البصمة أنه من 25 سنة إلى هلأ تركنا بصمة كتير حلوة عند الكاد اللي عند الكدامى يعني اللي كانوا معنا بجمعيتنا تركنا بصمة حلوة ومطرح ما تأسسنا وبسمة أنه دايما تكون البسمة عوجوهنا يعني أنا من 25 سنة إلى هلأ أنه بعد البسمة عوجوهنا ولازم تضلها دايما تينبسطوا الأولاد أصلا ويكون في محبة يعني فيه أولاد بعد عم تضم لألكن يعني فيه إقبال فيه ناس بتحب تكون مشاركة بالحياة الكشفية نعم نحنا حتى بالشتوية منضلنا مكملين وفيه أشخاص بينضموا لألنا بالشتوية منكون أكيدة بمطرح جوة يعني لأنه ما فينا نكون بره وخصوصة بالكفور سقعة بس بالصيفية فيه انتساب لفوجنا أكتر فيه عالم تطلع على الصيفية وحتى بترجع بتكمل معنا بالشتوية بتصير السبت ويك أن تطلع تلتزم بتحسبة روح الالتزام معنا وما بدا تقفى خصوصها الأولاد وانتساب نعم بيكون أكتر بالصيفية يعني التأس بيكون أحلى والمنطقة بتكون أكتر فيها حركة أنتو اللقاءاتكم واجتماعاتكم هي أسبوعية؟ نعم نحنا منلتقى كل نهار سابت من العشرة للتناعش ونص حد كنيست مارجريس اللوكال طبعنا وبس يكون في عنا مخيماتنا وعنا نشاطاتنا منحددهم قابل للأهالي ومنبعثهم أكيد البرنامج السنوي يلي نحنا كمانا منبعثه لجمعيتنا يعني كل شي بنعمله بموافقة جمعيتنا لأنه نحنا تابعين لأهالي نعم الجمعية كش شيفة الإغاثة اللبنانية بعد هيك من نتمنلكم كل التوفيق وضلوا بهالهمة وهالاندفاع وحضوركم الديم نعرف قديش الكش شيفة بيبقى حاضر للخدمة بكل العوقات كلمة هيك منك لجيل اليوم أداة فعلا بعدها بتعنيله الحياة الكشفية أو أنتو شو عم تعملوا لتجذبوا أكتر؟ نحنا أول شي بدأت وجه لجيل اليوم وقال لهم أنه لو كبروا ولو صاروا بالجامعة فيهم يكفوا بالحياة الكشفية بالعكس هن بس يصيروا كبار بيفيدوا الأصغر منهم أنا عم مجوزة يعني وبعدنا بالحياة الكشفية وبالنسبة لإلي عم فيدي المجتمع أكتر وعم نعطي خبراتنا للأصغر مننا حتى للقادة اللي معنا بالأفواج وبالجامعية وأنا بفتخر أنه فوجنا تابع لجامعية كشفة الإغاثة اللبنانية لأنه هي تعتبرتاني جامعية بلبنان يعني جامعيتنا جامعية قديمة وما تنتمي لا لأي سياسة ولا لأي حزب أو يعني دين هي مفتوحة جامعية مفتوحة للكل لكل التوايف يعني ولكل الدين وعلي بلي بحبقوله كمان للقادة أنه مثل ما قلتلك بالأول أنه خليهم بالحركة الكشفية ويكفوا هن وفي النهاية هن رح يستلموا بعضنا يعني نحنا بدنا نتمني لكم كل التوفيق منعيتكم بيوبي لكم الفضة وعقبال الماسي وكمانا أكتر وأكتر ضلوا بهمتكم وبصحتكم شكرا القائد الفخرية لفوج في نيقيا مرججس الكفور جنين أبي صعب يعطيك ألف عفو